أسفاري الله تعالى يقول والذين تدعون من دونه كل الأنبياء والصحابة والخلق دون الله فيدخلون في هذه الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تعرفون اشياء القطمير والذين داخل التمر على الحصار الصغيرة او اشياء الابيض ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يا علي يا حسين يا زهراء يا عذراء هذه هي الدعوة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا وهم ما يملكون قطمير كيف يستجيبون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يوم تلتق الخصوم يكفرون بشرككم سمى الله من يدعو دون الله يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير آيات صريحة تشرح القلوب ويسورة الفاتحة نقراها في اليوم أكثر من مرة إياك نعبد وإياك نستعين لو قراها الشخص وهو يعلم بمن يعبد وبمن يستعين والله لا نزع الله منها الأسحاب والعيوب ولا رزقها الله من كل مكان إذا ظلمها الإنسان ضرب شخص أصابه مرض إياك نستعين إذا غيري يا الله يستعين بعيسى يستعين بالعذراء يستعين بعلي بالحسين بالبدوي بالجيلاني أنا بك أستعين هل يتركك الله إياك نعبد وإياك نستعين وبعض الناس يقولون يذهب إلى قبر فلان أو فلان لا بل بعض الناس لما يقرأ هذه الآية يعاهد الله إياك أداة حصر إياك نعبد وإياك نستعين ويخرج من بيته أو ينتهي من صلاته ويذهب إلى القبر يا علي يا بدوي يا جيلاني يا عيسى نحن قوم واسانا رسول الله بحديث عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام إيش قريبا ما هي الغربة اللي بدأ فيها الإسلام غربة بلال لما كان يضرب بلال بالصياط ويضع عليه الصغر الحار يقول له أبو جهل ومعذبة قل يا هبل وخفف عليك العذاب يقول بلال إيش أحد أحد يعني ما أقول إلا يا الله لا أعستعين لا بهبل ولا بفلان بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا الآن هذه الغربة يقول للشخص قل يا بشار وإلا قتلناك قل لا إله إلا بشار وإلا قتلناك دعنه الله يقول للشخص قل يا علي يا حسين وإلا أنت ناصبي محال الدم يقول للشخص قل يا عيسى يا عذرا ولا أنت إرهابي نقتلك متشدد لكن إذا قال يا الله لإن الله قال فلا تدعو مع الله أحدا قتلوه ولتموت ليس دمك أغلى من دم حمزة رضي الله الله أكبر أغلى من دم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فهم قتلوا لأجل لا إله إلا الله ونحن سنبقى في آذي زمن الغربة بدأ الإسلام غريبا غربة فلال أحد أحد وسيعود كما بدأ غريبا غربة أن نقول يا الله وغيرنا يا علي ويا حسين ويا بدوي ويا جيلاني ويا محمد ونحن الله قال فلا تدعو مع الله أحدا قلنا لبيه يا الله نحب علي رضي الله عنه نحب الحسين رضي الله عنه رضي الله عنهم نحب عيسى عليه السلام نحب العذراء نحب هؤلاء لكن الله قال ادعوني أستجب لكم وعدنا بالاستجابة فنقول كفيت يا الله وستفي بوعدك يا الله فأنت صادق الوعد وعدت بالاستجابة أسأل الله نجعلني وإياكم ورفقاء نبينا في الجنة عليه السلام فلنجعل هذه القلوب لا يكون فيها إلا محبة الله سبحانه وتوحيد الله ثم محبة رسول الله الله يحرم وجهي وجهكم على النار ويجعلني وإياكم من الذين يدعون الناس ويخرجون الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فحال الأمة الإسلامية تجدهم عند القبور هذا الذي يقول يا علي وهذا الذي يقول يا حسين وهذا الذي يقول يا محمد وهذا وإذا أتيك تقول للإخي اتق الله يقول هؤلاء وسيلة هما سمعت قول الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الله يقول لك فإني قريب وأن تكون وسيلة وجاه واسطة الله يحفظنا وإياك الله يزيك الخير يا شاهد